في تعليمة موجهة من قبل الوزير الأول لأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية بخصوص التاثيرات السلبية لكورونا على المؤسسات الاقتصادية فقد تقرر حسب البيان تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز اتخاذ جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد كما كلف الوزير الأول وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعملية إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع الاستعجالي وتدخل هذه الإجراءات حسب بيان الوزارة الأولى إلى الحرص على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة